يا رب يحفظكم ويحفظنا ويشف كل مريض ألو آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع بروفة اليوم عن نبات البلسان وفائده الكثيرة والتي كانت تستخدم منذ القدم في علاج الحمى والكثير من الأمراض وعلشان نتعرف على المعلومات دي بشكل أدق وأوضح يلا بينا نروح لتفاصيل بروفة النهاردة البلسان من النباتات الشجرية التي تتبع فصيلة البلسانات تتميز بارتفاعها الذي قد يكون من مترين إلى خمس الأمطار ساق البلسان ساق عمودية منتصبة وتظهر أوراقها بالشكل المسنن كالحرباء وتنتهي برأس مدبب وهي من النباتات المعمرة وجميلة المنظر وتعرف بأنها كخزانة الأدوية الطبيعية وهذا الوصف والصورة الفنية دلان على أهمية هذا النبات في علاج كثير من الأمراض حتى يمكن الاستغناء عن الأدوية أسماء البلسان يعرف النبات بالعديد من الأسماء في مختلف البلدان ومنها البلسان بلسم بشام ثمر البلسان حب البلسان المنشم البرلة البلسان الأسود الخمان الخابور دمدون إلا أن الأسم العلمي سامبوكس نيجرا كان الفراعين يشربون مغلي أظهار وأوراق البلسان لعلاج حالات الحمى وكذلك على هيئة كمادات لتسكين الآلام والأوجاع وعلى شكل قطرة للعين ضد الإصابة بالمياه البيضاء ولتحسين حالات الإبصار وزيادة حدته فوائد البلسان أظهار البلسان أيضا تخفض الالتهابات ويستخدم البلسان ضد الزكام والسعال وتعتبر الأظهار مثالية لعلاج الزكام والإنفلونزا كما أن مغلي البلسان له تأثير مرخي للجسم ومخفض للحمى كما أن الأظهار تقول بطانات المخاطية للأنف والحلق فتزيد مقاومتها للعدوى البكتيرية وتوصف الأظهار للنزلة ولعدوى الأزن تستعمل الأوراق والقشور لعلاج السعال وتعفن الأمعاء والحمى وذلك بأخذ ملعقة من أظهار النبات والقشور وإضافتها إلى كوب ماء مغلي وتركه لمدة عشر دقائق ثم يصفه ويشرب بمعدل ثلاث مرات في اليوم كما يستخدم البلسان لحالات الاستسقاء والروماتيزم حيث تستعمل عصارة الأوراق الضازجة ومغلي منقوع الأظهار بمعدل ملعقة من الأظهار مع كوب ماء مغلي ثلاث مرات في اليوم أو عصير الأوراق الطازجة بمعدل ملعقة من عصير الأوراق ثلاث مرات في اليوم كما يستعمل البلسان لعلاج حالات عسر البول حيث تستخدم الأوراق أو القشور كمشروب مدر للبول ومضهر للأمعاء كما يساعد على إفراز العرق البلسان يستعمل خارجيا لعلاج القروح الجلدية والتهابات البشرة حيث تستخدم الأظهار المجففة لعمل محلول يستخدم على هيئة غسول كما تستخدم المادة الراتنجية الصمغية المستخرجة من سيقان النبات كمادة مضاهرة للجروح أما زيت البلسان فيستخدم كدهان للتدليك الموضعي على الأماكن الملتهبة أما الصمار فتستخدم على هيئة منقوع لعلاج التشوهات ولتخفيف الوزن وبعض الإضطرابات العصبية مثل الأرق والصداع النصفي كما يستعمل عصير الثمار الطازجة لعلاج الروماتيزم المزمن والآلام العصبية طريقة تحضير مشروب البلسان لتحضير شراب ثمار النبات يأخذ حوالي سبعة عناقيد وتوضع في سبعة لترات من الماء ثم يضاف لها سلاس حبات من الليمون مقطعة ويترك المزيج لمدة 24 ساعة ثم يصف وبعدها يضاف له كيلو جرام سكر ويتم تحريك المزيج ثم يترك مرة أخرى لمدة 24 ساعة أخرى وعندها يصبح الشراب جاهز للاستعمال ترجمة نانسي قنقر